ازاي حضراتكو عاملين ايه كله تمام طيب خلونا نتكلم شوية على جزء من جزء من مستقبل اقتصادنا اقتصادنا المصري في عندنا حاجة اسمها الصادرات الرقمية انا مش هافتي فيها يعني عشان بسبب تفقين ليه اللي انا معرفش فيها او يعني على قد حالي كده على قد الواحد ايه القريات البسيطة طيب صادراتنا من هذه المنتجات او الصادرات الرقمية بتوصل لحوالي 6 و 2 من 10 مليار طيب عندنا فرص للزيادة اه طيب هل من الممكن ان احنا نوصل حجم استثماراتنا ده فرق حجم الاستثمار حاجة والصادرات حاجة حجم استثماراتنا ممكن نوصل لمية مليار دولار جدا ازاي بقى ازاي دي بقى جاوبنا عليها ضفنا العزيز جدا داخل استوديو المهندس رومانيا رزق الله استشاري تكنولوجيا المعلومات اهلا بيك اهلا وسهلا منور 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 انا متشرف جدا اهلا يعني ايه صادرات رقمية الاول بص صادرات رقمية يعني كل ما هو تكنولوجيا يعني انا دلوقتي لو بعمل اوتسورس في البروغرامينج مثلا دي صادرات رقمية ممكن لو هقول كول سنتر يصنف اوتسورسنج ده يصنف صادرات رقمية كل ما هو تكنولوجيا اي 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 ارتيفشا انتليجنسي انترنت اوف تينجز كل ما هو التولز دي هي ممكن تبقى صادرات رقمية احنا نقدر نتميز بيها حلو وده على فكرة ده مش انا هقولك حاجة هتكلم في حاجة مهمة جدا احنا بنسمحها القادة السياسية بتتكلم على انه مهم جدا الصادرات بتاعتنا تبقى مئة مليار صح؟ اعتقد الرئيس رفعها كمال مئة وعشرين مئة وخمسين اه لا لا الرئيس ما بيحزرش طيب طيب هقولك حاجة بقى الملاز هتكلم في الحتة دي الاول وهاخدك لحتة تانية خالص بتاعت تكنولوجيا المعلومات الصادرات الصناعية مثلا هي دلوقتي حاليا 30 مليار مدخلات الانتاج بتاعتها كام يا يوسف كام؟ نصها مش عايزة اقول اكتر خلينا نقول نصها ماشيها نصها فيبقى انا دلوقتي كدولة 30 دول كانهم كام 15 طب لو وصلت 100 يبقى كانهم 50 انا بقول بقى مستقبل مصر في السيرفز في التكنولوجيكال سيرفز دي ليه؟ هقولك حاجة مصر احنا دايما بنقول مصر شابة طب مصر فيها 60 مليون شابة لو انا قلت ان انا عندي مليون من الستين دول مليون من الستين اقدر استخدمهم كاوتسورس هيومن ريسورسز مورد بشري تعالى نحل الرقم الصغير كده قد ايه ده ممكن يدخل الدولة المصرية ودي مبادرة احنا بندعو القيادة السياسية انها تتبنيها ومن منبارك ده اللي هو دايما القيادة السياسية بتتبعه ده شرف لي يا رب اه فدلوقتي تعالى نحل الرقمية لو قلنا المليون دول المليون دول لو الحد ده هياخد 3000 دولار في الشهر يبقى كم؟ 3 مليار دولار طب في السنة 36 مليار دولار صوفي بقى نت كل مليون طب انا ممكن ده يبقى انا بقول خلال السنة الجاية ودي دعوة من هنا ان احنا يبقى من نستخدم مليون ونقدر نعملهم سيلكشن ونقدر نصدر الطاقة البشرية ده من خلال سيرفيس وانا بقول لك رقم والرقم ده على فكرة مش رقم كبير 3000 دولار في الشهر ده مش رقم كبير تمام؟ فبنتكلم في 36 مليار دولار فلو قلنا في السنة الاولانية ديت 36 السنة التانية هيبه بـ 2 مليون الضعف في التالتة هبقى اوصل لمية مليار دولار نت في 27 مثلا من الطاقة البشرية دي من الطاقة البشرية دي هو ده الملاز على فكرة ده مش we not inventing the wheel احنا مش باختراها العجلة ده حصل في الهند يا جماعة يعني احنا واحنا بس هستخدم معاك مصطلح موازي but it is a rocket science ده عاوز استثمار في الطاقة البشرية دي مزهل العقول دي لازم تبقى مليانة بص يا فندم انا قلتلك هما 60 مليون قلتلك مليون على فكرة المادر تانج بتاعت الشباب دول التكنولوج دي واقدر بطريقة مبسطة مش لازم كلهم يبقوا مبرمجين ممكن يبقى call centers ممكن يبقى على فكرة الرقم ده رقم انا بقولك يعني بخبرتنا في المجال لا احنا الرقم ده نقدر نوصل له وهو ممكن يبقى موجود scattered متفرق احنا دلوقتي لازم اجمعه اجمعه وده تبقى مبادرة للدولة المصرية وده انا شايف انها هو ده الملاز محترامي للصناعة هقول حتة بس معلش الصناعة حضرتك عشان تنشئ مصانع انت محتاجة دي عشان تقوم مصنع سنتين؟ ثلاثة؟ حتى لو افترضت ان انا هاخد كل الاجراءات السريعة المطلقة سنة هبني الجملونات هاجيب المكن سنتين سنتين سدعني فانا بقولك في التلاتة دول نبقى عندنا 100 مليار دولار فولي بتاعتنا كلها مفاش مدخلات انتاج اوكي طيب يمكن عايز افكر معاك بصوت عالي بردو انا علشان هل من ضمن ما نطلق عليه صدرات رقمية ان انا بقى مركز للخوادم العملاقة يعني احنا الريدي على فكرة الهايبر سيرفرز الصين عملت كده وحطت مستهدف وبتوصله بل اعتقد كمان بتعدي المستهدف الديتا سنترز مهم جدا يبقى عندنا الديتا سنترز انا محتاج ده خصوصا ان انا اصلا النقطة اللي بتلتقي فيها الكابلات وكل الحاجات اللي جاي يعني انا اللي اقدر اعمل ده اكتر من وليد ال ايه اللي جابه لا ده اخدك بقى هاخدك في حتة امن قوم يا فندم انت انا قاعد بتفرج عليك وشايف الوضع الصراع وهقولك حاجة صغيرة جدا اه الصراع الصراع يا فندم الامريكي الصيني على تايوان ليه عشان المايكروشيبس عشان تي اس ام سي الشركة اللي هي بتنتج تمانين في المية من المايكروشيبس اللي في العالم طيب هاسألك سؤال جدا ليه لما بيحصل اختلاف مع الدول الغربية دي بيقفلوا عليك طيب لو قفلوا عليك الاجهزة دي كلها اللي شغالة بالسيستمز بتاعتهم هتبقى حتة حديدة فإتس طايم يا جماعة كمان يبقى في بدائل يبقى في بدائل وبدائل ودايما دايما احنا انا بادعو ده لازم يبقى عندنا مثلا هواوي ابتدت انفست الفترة اللي فات دي في اي ار بي ده سيستم السيستم اي ار بي بتاعها انا مش عمزة تكلم على براندز عشان بقى مباشر اي انا مش عمزة تتحسب عليها اه يعني انيوي فاحنا لازم يبقى عندنا احنا لازم عندنا اورقون سيستم كمان يعني هو مش كمان انت بتدخل دخل قومي ان اديشن انت لازم يبقى ده عندك عشان ده امن قومي ده امن قومي انا كده معنى ان انا محتاج استثمر قوي في النوع ده من الصناعات او في النوع ده من التكنولوجيا اللي بيحقق لي عقد كبير جدا سريع جدا وزي ما قلت انا عندي البنية البشرية دي كلها موجود لكن الاستثمار ده محتاج كمان فلوس انا عايز اروح للفاصل وهرجع بعض فاصل قصير جدا برضو عايز افكر معك بصوت عالي في مسألة المايكروتشيبس وانه ايجاد البدائل انا عندي مخزون كبير جدا من السلكة وعالية النقاء 98% سلكة ودي اللي بتتصنع منها المايكروتشيبس لو انا بتكلم على تايوان 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 بتستورد الرملة بتاعتها من الصين وده برضو من ضمن الحاجات اللي عاملة قلق وعملة ازمة يعني عاوزين تسيطروا على تايوان تب هبطل تصدير الرملة حاجات كده اقولك انا الجاليام والجرمانيام واللعبة ماشي ازاي نتكلم انا بس عايز الجذب الاستثماري اللي خليني اقدر ابني المصانع دي ويبقى فيها عندي تكنولوجيا التكنولوجيا اوطنها هنا ابني بيها النوع ده من التصنيع التكنولوجي الفقر وكمان مهم يبقى عندي الديزاين حلو التصميم اروح للفاصل وارجع المهندس الرماني يفاهم ده بقى واحدة واحدة موسيقى ده احنا على الهوى وبتقول لي كلام مهم اشراح لي بقى عشان حتة المايكروشيبس والرملة وقلت لي وحتاجين الديزاين زي ما احنا محتاجين الفلوس وانه في مش عالف برينتر اللي قلت هولي ده واللي هولي بقى بالتبصير تعالى نفهم الصناعة دي الصناعة دي عبارة عن ثلاث حاجات اول حاجة البرينتر اللي هي بتطبع المايكرو الرقائق الترانزيستورز اللي على الرقائق دي موجودة في شركة واحدة في العالم في هولندا اسمها ايه اسامل الشركة اللي بتعمل في العالم كويس عشان بس نتكلم هنقدر ننافس ولا لا وهقولك الحقيقة اوكي ففي شركة واحدة هي اللي بتعمل اللي بتطبع على المايكرو شيبس ثم في عملية الديزاين زمان كانت امريكا امريكا هي عندها الديزاين والصناعة اه وبعد كده هم قالك ليه نعمل صناعة عندنا فاحنا فبقى الديزاين وروح اصنع فبقية الصين مصنع العالم فلاقوا بعد شوية ان الصين بتشتغل باك انجينيرينج وابتدت تنفسهم وابتدى تايوان تبقى هي كمان وكوريا الجنوبية اه طيب فدلوقتي المرحلة الاخيرة بقى اللي هي الصناعة الصناعة دي 80% منها موجود في تايوان المايكرو شيبس دي موجودة في تايوان في تي اس ام سي تمام والباقي ده في كوريا الجنوبية في سامسونج اوكي طيب فاحنا الفرصة اللي عندنا ان احنا ايه نشتغل دلوقتي احنا عشان نخش صناعة حقك علي لا ده محتاج نشتغل عليه رن دي لمدة عشر سنين عشان نبقى صرحة من النهار ده بقى ايوا بالزبط بداية الالف ميل تبدأ بخطوة اه فابدأ النهار ده ولانه ده تاني انا برجع اقول ده امن قومي لانه تاني كل الحاجات دي بتعتمد على التولز دي مدخلات الانتاج واحنا جربنا هنستنى لما نتحط في كرايسس انا عايز اوفر احنا شفنا ازمة كورونا شفنا ازمة روسيا واوكرانيا اه مش عايزين نكرر ولما يتقفل عليك لا ولو حد اختلف معاك فيقفل عليك ايوا احنا لازم يبقى عندنا الحاجات الرئيسية اولا احنا بندرب ولادنا على هايتك يقدر يدخل دخل كبير جدا ان ادشن بالاضافة انه ده كمان امن قومي لانه تاني عايز اقولك الحرب القادمة هي حرب سايبرانية و احنا شفنا الحروب بدت بحروب بصايبر اتاكس كل اللي بيحصل ده بصايبر اتاكس بيبدأ دايما كده و بيكمل كويس فلازم يبقى احنا جاهزين بان احنا نبقى اولا يبقى اولادنا و عندنا عندنا يعني انا بقول مليون اثنين مليون تلاتة مليون من ستين مليون ولازم نشتغل على ده فروق من دلوقتي واخد بالك فانا بتكلم على الشريحة ما هيش صعبة ده واحد عالي ستين ما انا بقولك انت بتقولي ده ده لا لا و تاني تدريب دول تدريب دول هيكلفك قد ايه و هتاخد منه قد ايه لو يا سيدي لو انت تلات تلات تلاف دولار دول تكلفك الواحد الف دولار فانت دخلك الفين دولار مانسلي مانسلي نت و دول مورد بشري ده طاقة زي ما احنا بنقول اهو عندنا صلاح الطاقة على فكرة ده في كل حاجة انت مصر لازم تلتفت لتاني للسورفوس للهومن ريسول احنا نمتلك تحت ايدينا دلوقتي ما انا لازم ابص لتحت ايدي دلوقتي في حاجة اسمها لونج هانجينج فروت حاجة اقدر انا لازم اخطط لعشر عشرين سنة قدام لكن في حاجة اقدر بكرة الصبح تدر لي دخل دي سمار قريبة على الشجر اه 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 وفي حاجة لازم ده ده مهم جدا ودي صناعة مهمة اولا بالدر دخل وامن قومي طب انا هقولك على حاجة تانية الاي اي اي الارتفاشل انتليجنسي طيب احنا ده مهم جدا ان احنا دلوقتي يبقى عندنا انا بنشتغل بالاي اي اي ويبقى عندنا اور اون ميتا فيرس احنا دلوقتي لسه هنروح كمان يعملولنا تراكينج لكل حياتنا شوية هيبقى عندك ميتا فيرس لايف طيب الميتا فيرس ده اخطر بقى من السوشيال ميديا اللي احنا مديلين منها لا ده انا هبقى بارفة على العالم اللي انا فيه وبقى يعني خلاص بابقى على الهوى 100% فلازم انا بقول من دلوقتي لازم يبقى عندنا اور اون ميتا فيرس لازم نخلق البدايل وكفاية بقى اللي هو احنا دايما عندنا ايه هي العوائق اللي ممكن تبقى واقفة قدامي دلوقتي او محتمل تبقى واقفة انا عندنا ارادة بقى لازم عندنا انا بشوف ان عندنا ارادة سياسية وعن شكيا بقولك يعني طبعا احنا مشفقين على الرئيس الكل الهم السياسي ولكن هو بص انا بشوف انه دايما احنا خلينا نعترف بصراحة الحاجة لما بتاخد شق رئاسي بتدفع فورا فانا يعني من منبارك ده بنقول انه دي حاجة مهمة جدا وحاجة اولا رئيس نادى بيها في مؤتمر من مؤتمرات على فكرة قال انا عندي استعداد ادرب كام احنا بنقوله لا احنا عندنا فيجن ونقدر ندرب ونشغل الولاد دول تحت فكر منظم يقدر يدخل دخل جدا للدولة المصرية طيب وده امن قوم انا انا من الناس وكلنا اظن شايفين انه ايمان الرئيس بالاجيال الشابة ايمان غير مصبور طبعا واصرالوا على الاستثمار فيهم مزهل على كل المستويات طبعا عقول علمية عقول ولا يبخر كل حاجة يعني طول الوقت سياسيا بيستثمر في الشبان الاخير ولا يبخر لو هذا النهاردة مثلا برضو لازم افكر فيها بشكل لو صح التعبير الاستثماري او حتى اقتصادي يعني انا عايز استقطب ناس من كوريا او استقدم المصنع الكوري اللي ذكرته مش هنقول الاعلانة او المصنع الكوري او استقطب استثمارات من تايوان الناتب اموجودة عندي وده امان لي بالمناسبة او طب وفي النهاية خالص برضو اعتقد الامريكان لازم هيرحبوا بدل انه كوريا الجنوبية عندها تهديداتها من كوريا الشمالية تايوان عندها تهديداتها من الصين انا منطقة او تحديدا دولة هادئة ومستقرة اقتصادية المزيد من الاستثمار المباشر عندي يمكنني من المزيد من الاستقرار الاقتصادي بل والنمو هل نقدر نستقطب الناس دي ونشجعهم على الاستثمار عندنا؟ طبعا انت هاب انت هاب الافريقيا انت هاب للغالف ريجن انت هاب كبير قوي وبعد كده انت دولة مستقرة في منطقة كلها تموج يعني انت الاستثمار اللي هيجي عندك وبعكا كمان انت عملت استثمار في بنية تحتية جه الوقت بقى انه البنية التحتية دي يتم الاستفادة بقى بتخلق عوائدها اه طبعا بقى ما هو ده اللي هيخلق عوائدها وخلي بالك طب هقولك حاجة كمان التكنولوجيكال تولز دي زي مثلا هكلمك بقى على انه لازم يبقى عندنا بورتلز بتاعتنا بتشتغل على الترويج السياحي لازم يبقى عندنا بورتلز بتاعتنا بتاعتنا اه بتاعتي ولازم يبقى بفليفر تاني وأشتغل بايدا بوك يعني على فكرة فيه ساينس لازم ما اشتغلش بقى حاجة فيه ساينس لكن بالفليفر على الفكرة انت الدولة الوحيدة بيقولوا عندها بيدرسوا الايجيبتولوجي فيه حاجة فيش علم على اي دولة ولا حضار طب فانت فيه ولع بيك فاستفيد بيه بقى استفيد بيه بقى تكنولوجيكال لازم يبقى عندك الفكر ده لازم هو ده الفكر القطرة القطرة السريعة القطرة اللي على فكرة هتنمي لك القطاع السياحي طب هقولك بقى حاجة فضيعة احنا عندنا كام وحدة مغلقة سكنية مش ده استثمار طب انت قدرتك البشرية على الترويج لده اخبارها ايه بشرية لمتد لكن لو عندك خلي ملك انه فيها جزء برضو متعلق بكفاءة وملاءمة هذه الوحدات يعني بس انا يقول لك انا عندي وحدات كتير مغلقة في السحل الشمالي طول السنة وبتشتغل شهرين ونص صح بس الوحدات دي لا هي ملأمة ما هيش ملأمة في اغلبها انها يتم ترويجها دولية انا مقدرش اقجرها على اير بيان بي انا انا ما هو بص بقى انا لو استخدمت 10% of this بص ما لا يدرك كله لا يترك كله ولازم انت تشتغل تاني low hanging fruit وlong hanging fruit يعني لازم يبقى عندك ال concept ده ولازم يبقى عندك قليات تكنولوجية بتقدر تعمل بيها reach لده بتقدر توصل بيها لازم ما ينفعش اشتغل سوري بالطرق البلدي مش هتجيب خالص ولازم وخلي بالك الولاد دلوقتي ده الماذر تانج بتاحهم ده اللغة الفكرة الولاد هيبقوا مبسوطين انت بتقول لي هو الرقم ده يجي لا ده يجي اوي ده انت ده هو الماذر تانج عارف اللي هو هو تولد هو الولاد دول بكلمة بطلقة فرنساوي او انجليزي او فرنساوي انجليزي وده الماني وده روسي وده الصيني وده الى اخيره وانا دايما يولام على ان انا بقول مصطلحات لا انا بقول لازم نقول مصطلحات ولازم نعلم ولدنا ولازم نعرفهم ولازم نبقى بمفكر جلوبل لأن العالم بيقى قرية صغيرة لازم كمان يبقى عندك التولز اللي انت قادر بيها تبنتريت تخترق صح هي على فكرة هي تولز وانت تمتلك تمتلك ده تمتلك أهم مقوم الهومن ريسورس وبعد كده كمان انت بيقى بلدك نورة الفترة اللي فاتت انت بيقى عندك بنية تحتية محترمة جدا مغرية جدا لأي طيب آخر حاجة يمكن عشان الوقت بتاعنا بيقول لي خلص انا اقدر او عندي المقومات ان انا يبقى فيه عندي سيليكون فالي المصري اه طبعا ايه اللي يمنعك يبقى عندك ده يا فندم انت تاني انت بلد على بحرين في نصها نيل على الناصية بتاعت العالم انا اخذ ناصية اخذ صباح متوسط وعندك يومن ريسورس وعندك مورد بشري وعندك كوميوليشن اوف جينز على فكرة ودي النقطة مهمة جدا صح مية في المية صح بص نورتني وشرفتني لقى بعد الحدود وعاوز نعد نتكلم تاني وتالت ورابع ونتقابل تاني وانا اخذت لي فؤنات بعض انا عايز افهم منك حاجات كتير جدا انا بشكرك كل الشرف لها انك كنت موجود معنا النهاردة كل الشوكل لمهندس روماني رزق الله استشاري تكنولوجيا المعلومات بالمناسبة لمهندس روماني بيشتغل في الحاجات دي بسرحين فهنا نقول الشركة ولا حاجة سواء ده صميم 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 شغله ومع كيانات من اللي احنا كنا بديتكلم عليها من شوية كده اللي جات ايه عرضا في الموضوع فهو بيتكلم وهو فاهم مش بينظر من برة على كل هنتقابل تاني ده اكيد مما لا شك فيه بقى الحديث اكثر استفاضة لو صح التعبير خلصت الحلقة لحد كده لكن سواني هيكون موجود معاكو حيالا بالا من كريم رمزي وبرنامجه رقم عشرة اما احنا لو كلنا العمر فهتقابلكو امتى السبت بقى ان شاء الله في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة سلامة